في فناية وجه هذا الرجل يختبئ الكثير من التعب والصبر من المعاناة والألم جروح جعلت حياته تتغير وجعلته صامداً أكثر فأكثر قتل والدى تميم في الغارة الجوية الأمريكية على مدينة سبراطا سنة 2016 وتركه طفلاً يتيماً مرمياً بين قطبان السجون لا أعلم كيف حالياً كيف حالياً كيف حالياً في ليلة ونهار ونسمع بها في ليب وباسبورة مخبت وعند المدامة مخبت لا أسمعنا بها اللي توفيت ولدها في السجن في معي تيقى في الحبس مع نساء غاديت وينسة وما صغار غاديت يا جدي يا عزيزي هزني معك بتخلينيش واحد هكذا يردد الطفل تميم كل يوم ليعبر عن رغبة في العيش بين أحضان عائلة كغيره من الأطفال فمنذ سنة مضت كان شهد عيان على سور الدمار والخراب عايش صوت الرصاص والقصف وذق مرارة الحرب وعلقم الأسر أنا بدي ارتحت تصوري قلت لنا شروراً لدينا مش نمشيره الليبي طيب الحمد لله واحد روحه بشارة الفرحة تكمل الروحه بي للدار يبيه ان الله نزح عليه لو كانش يكون يعرف لكانت أبدأ اللي نموت تميم هو الآن رهينة حكم قضائي بمجبه يمكن أن يبدأ حياته قبل أن يكون رهينة لسلوك والديه الذين أغرقه في بحر من الضياع بسبب فكر ظلامي لا تكون نهايته إلا الموت وترك جروح تنزف ترجمة نانسي قنقر